اشتركوا في القناة بالتعليم والتدريب في المملكة حول المقترح الذي اعدته بشأن احتساب الخبرة التراكمية المكتسبة وبالتحديد حول مشروع الاعتراف بالتعلم المسبق ومقارنة الدراسة التي قامت بها الهيئة مع افضل الممارسات الاقليمية والدولية المتبعة في هذا المجال واخذ التغذية الراجعة من الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع المقترح تمهيدا لرفعه الى المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب